موسيقى الكنيسة دي بتاسمها سوب كريكورلو سافوريتش أقب الكنيسة الأرمانية في القرون دي اشتغلت بالحجر بس التراز البيزنطي أصبح المساقط الأفقية البلانات يعني أصبحت تنفذ بمادة الحجر بدل التوب اللي كان فيه أم العمارة البيزنطية اللي هي في اليونان فلما جات هنا دلوقتي في القرن العشرين عايزين يعملوها انتوا شايفين ان كلها شبه الحجر بس ما فيهاش حجر خالص من جوه اللي برة برضو ما فيهوش حجر خالص فالمبنى ده كله هيكل وخراسة وصلحة اللي اللي صممه هو مهندس بارع جدا اسمه ليفون نافيليان الفكرة كلها ان العمارة دي بمبنياية في تراث القاهري الجميل المتنوع اللي هو حلتنا هي دي البلد دي سابتني أعرف اللغة بتاعتي وفخورة ان انا عارفة سابتني أتعلم التاريخ يعني انا عملت ابتدائية ومعاها اخدت اللغة والتاريخ الارماني هذه الكتدرائية هي من عام 1926 والكنيسة حسب الطراز الارماني والطراز الارماني معروف بقبابه الاسطوانية وايضا تبنى الكنيسة الارمانية على شكل صديب وفي داخل الكنيسة الهيكل الرئيسي دائما مكرس على اسم سيدتنا مريم العزراء وعلى جوانب اليمين والشمال في الكتدرائية هناك هياكل مخصصة لبعض القديسين وأشهرها هو هيكل القديس غريغوريوس كريكور وعند هذا الهيكل نجد أيضا تمثال للقديسة أشخين ملكة أرمينيا وكل هذا يعبر عن تاريخ الشعب الأربني الأرمن لهم الفضل في بناء أسوار القاهرة من بنى جامعة القاهرة هو يعقوب أرتين باشا اللي هو ابن هذه الكنيسة وأول ما بنوا أيضا الجوامع لنعبر بأننا شعب نحب بعضنا البعض ولا خلاف بين بعضنا البعض في بناء الكنائس والمساجد لأنها كلها تعبر عن إيماننا الواحد بالله تعالى إقیبتوس مقومي الهيجيبتوس مقومي ويوميو وفت ناعة الهيجيبتوس مقومي ويوميو ووهيجيبتوس مقومي المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة